دي الحلقة 88 من سلسلة مصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة هتكلم النهاردة عن الفرق بين المساحات البيئية والمساحات التشجيلية مع حضراتكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريالستيتجاي مبدئيا عشان حضرتك تكون عارف المساحة البيئية ديت عادة بتكون المساحة اللي حضرتك بتشتريها ودي عادة بتكون مساحة تشجيلية أو مساحة بيئية بتكون طبعا شامل نسبة التحميل طيب ايه هي المساحة اللي اقدر اقول عليها انها مساحة تشجيلية دي بتبقى المساحة اللي هي تصلح ان هي تشغل النشاط بتاع حضرتك اللي عاوز تفتحه او ان المساحة دي تصلح ان هي تتأجر لبراند او لعلامة تجارية كبيرة وطبعا دوت عشان يحصل فانت هنا هتبقى محتاج مساحة كبيرة ما تقلش عن 100 متر مثلا وده طبعا بيرجع حسب طبيعة النشاط اللي حضرتك هتفتحه او اللي حضرتك هتأجر على اساسه وكذلك الوضع بالنسبة للمكاتب عشان حضرتك تعرف تأجر المكتب لكيان كبير او لشركة فانت هنا هتحتاج مساحة ما تقلش عن 150 متر وممكن كمان تحتاج لمساحة اقل من كده برضو وده طبعا بيرجع حسب طبيعة حجم الشركة بتاعتك او الكيان اللي حضرتك هتأجر ليه اذا كان شركة صغيرة او كيان فردي ولا حتى شركة كبيرة طبعا عشان حضرتك هنا تقدر تشتري مساحة تشغيلية زي كده في العاصمة فانت كده هتبقى محتاج ميزانية كبيرة وده لاني اسعار المساحات ديت في العاصمة حاليا مش هتقل عن 10 مليون جنيه فما فوق وده تعتبر كمان حاليا ميزانية صغيرة جدا لو حضرتك هتشتري مساحة تشغيلية فمشروع يكون مميز فعلا لاني الاسعار هتكون اعلى من كده بكتير والميزانية ديت طبعا مش هتكون في المتناول بتاع اي عميل مهتم ان هو يستثمر في العاصمة فمن هنا بدأت الشركات المطورة ان هي تطرح مساحات بيئية في المشاريع بتاعتها هتلاقي المساحات ديت ممكن بتبدأ من 20 متر مثلا او 15 متر فدي طبعا بتبقى جواها كمان نسبة تحميل برضو بتوصل في التجاري والاداري 30% من المساحة اللي حضرتك بتشتريها بس طبعا سعرها هنا بيكون في متناول عمل كتير جدا وكمان بيكون في انظم السداد مريحة وده طبعا بيسهل على الشركات المطورة حركة البيع وطبعا فيه مطورين بيكونوا منصقين الموضوع دوت بحيث ان هم بيبقوا محددين ادوار معينة في المشروع بتاعهم بيتباع بالمساحات البيعية وبيبقى فيه ادوار تانية بتتباع بالمساحات التشغيلية وده طبعا بيبقى فيه تنوع هنا من المساحات المطروحة حسب طبيعة حجم النشاط اللي حضرتك هتفتحه وحسب الميزانية بتاعت العميل برضو بحيث ان حضرتك بيبقى ليك مطلق الحرية سواء لو هتشغل المكتب او المحل دوت بنفسك او لو حضرتك هتأجره بس طبعا بالنسبة للمحلات لازم الاول ان انت بتاخد موافقة من المطور بانك هتفتح النشاط اللي حضرتك ناوي تفتحه او هتأجر على اساسه وطبعا بالنسبة للمساحات البيعية فلازم حضرتك تكون عارف ان تصميم الفلور بلان اللي حضرتك بتشتري على اساسه دوت في الاغلب بيكون مختلف عن شكل التصميم الفعلي اللي على اساسه بيتم توزيع المحلات حسب الانشطة اللي هتشتغل واللي هتبقى طبعا محتاجها البراند اللي هو هيفتح بعد كده وكذلك الوضع بالنسبة للإداري بيتوقف على حسب طبيعي التشغيل المبنى هيكون على مستوى شركات محلية ولا كيانات فردية ولا على مستوى شركات او مؤسسات اجنبية فطبيعي ان حضرتك تلاقي شكل التصميم الفلور بلان اللي حضرتك هيتم التشغيل به هيكون مختلف عن التصميم اللي حضرتك اشتريت على اساسه بس طبعا بالنسبة لتميز وحدتك هيفضل زي ما هو وهتاخد طبعا نسبة ايجارك طبعا للتميز بتاع موقع وحدتك فعشان كده دايما وحضرتك بتشتري المكتب او المحل بتاعك ركز على اختيارك للموقع بتاعه وعلى التميز بتاعه على الفلور بلان يعني لو حضرتك بتشتري محالي يبقى كده ركز على المحلات الارضي الوجهة اللي بتكون وغضة ناصية مثلا فدي بتبقى طبعا مميزة جدا ونسبة الشوينج والترافيك فيها بيبقى عالي جدا ولو حضرتك هتاخد مكتب او عيادة يبقى يفضل هنا تركز على الفيو بتاع الوحدة والوجهة بتاعتها العرض بتاع الوجهة ولازم طبعا بتبطلع على الاوتوكات بتاع الوحدة عشان تعرف نسبة التحميل بتاعتها وعشان كمان دوت بيبين لك اذا كان فيه عمود او دكت موجود داخل الوحدة ديت فممكن ده طبعا بيأثر على المساحة بتاعتك او ان هو يأثر على امكانية ان الوحدة ديت تتدمج مع المساحات اللي جنبها فطبعا دوت اكيد هيقلل من تميز الوحدة بتاعت حضرتك وكذلك برضو دوت هيأثر بالتالي على الاجار بتاعها وبالنسبة للمعايير اللي على اساسها حضرتك بتختار اميز وحدة عقارية على مستوى المقارنات ما بين المشاريع وكيفية اختيار الوحدة العقارية المميزة داخل المشاريع سواء بلا وبنتكلم في السكني او التجاري او في اي نشاط فدي انا كنت اتكلمت عنها بالتفصيل في كذا حلقة قبل كده من ضمن الحلقات المفصلة اللي اتكلمت فيها عن كل نشاط من الانشطة بتاعت الاستثمار في العاصمة في السلسلة اللي هي بتاعت حلقات المصايح اللي انا بقدمها لحضرتكو بس طبعا في حالة لو حضرتك بتشتري مساحة بيعية يبقى هنا لازم تسأل المطور عن كيفية ادارته وتشغيله للمساحات ديت لاني طبعا حضرتك تحت اي حال مش هتعرف تشغل المساحات ديت لوحدها حتى لو حضرتك انك هتستخدمها بنفسك برضو فانت برضو هنا مش هتعرف برضو ان انت تستغلها بنفسك لاني المساحات ديت هي انت بتشتريها مجرد استثمار بيجيب لك عائد ايجاري بس طبعا عشان العائد دوت يكون مضمون يبقى هنا مهم جدا تسأل المطور عن كيفية ادارته وتشغيله للمساحات ديت ولازم يكون طبعا فيه بند في العقد بيلزم المطور بالتشغيل مقابل حتى نسبة من الارباح لاني ديت انا كنت ذكرتها في حلقة قبل كده اني وارد جدا ان حضرتك تلاقي عميل شاري الوحدة اللي جنبك ومش عاوز يعمل دمج او مرج للمساحات اللي جنبه فطبعا دوت اكيد بيأثر بالسلب على تشغيل الدور ان هو يشتغل بالشكل المناسب فلازم يكون في العقد اللي حضرتك بتوقع عليه بيوضح هنا النقطة ديت بشكل اساسي عشان تضمن تشغيل المساحة اللي حضرتك بتشتريها وعموما لو فيه اي استفسارات انا معكم فاي وقت ويشرفني طبعا ان احنا نتعاون مع بعض واساعد حضرتك بصفة استشاري عقاري متخصص في العاصمة بعرف حضرتك طبعا بكافة تفاصيل المشاريع والشركات بكل شفافية عشان تقدر اقتقارن وتختار الانسب ليك ما بين المشاريع اللي تكون مناسبة للمتطلبات بتاعت حضرتك وتكون في حدود الميزانية بتاعتك وطبعا احنا نكون بنتعامل مع شركات موصوق التعامل معها في التسليم وفي خدمة ما بعد الاستلام الرقم بتاعي بيكون ظهر على الشاشة متاحة ليه الواتساب وفيه كمان لينك موجود في اول الوصف حضرتك مجرد ما بتضغط خدمة دي بتكون مجانية وتحت عمر حضرتكم في اي وقت وشكرا جزيلا